يهدد رفع الحظر الدولي الوشيك عن إيران بإغراق الشرق الأوسط بمعدات عسكرية روسية وصينية وهو وضع يحذر كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيشعل حربا إقليمية واسعة نطاق وفقا لما وردته صحيفة واشنطن فريبي كون الأمريكية ومن المقرر أن ينتهي حظر الأمم المتحدة على بيع الأسلحة إلى إيران في منتصف تشرين الأول القادم على الرغم من الجهود الأخيرة التي تبذلها إدارة ترامب لتجديده في الوقت الذي تستعد فيه روسيا والصين لتعزيز تحالفاتهم العسكرية الوثيقة مع إيران وملء مخازنها من الأسلحة المتطورة التي ستكون متاحة لميليشاتها كما يؤكد تقرير الصحيفة الأمريكية برايان هوك الذي شغل منصب كبير مبعوثية لدارة الأمريكية لإيران قال إن انتهاء الحظر على الأسلحة إلى طهران سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط وهو ما تحاول إدارة ترامب منعه من خلال الاحتكام إلى آلية تعرف باسم سناباك والتي أقرت في الاتفاق النووي وتقضي بإعادة تطبيق سلسلة من العقوبات الدولية على إيران كما ستضمن بقاء حظر الأسلحة قائما ومع ذلك فإن احتمال إعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران لا يزال غير واضح حيث رفضت الدول الأوروبية بالفعل محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى وتعارض الآن بذل المزيد من الجهود لاستعادة جميع العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي عام 2015 وتقول صحيفة واشنطن فريبيكون إن الجمودة في مجلس الأمن أدى إلى تدمير العلاقة الوثيقة تاريخيا للولايات المتحدة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا ويمكن أن يدفع إدارة ترامب إلى الانتقام دبلوماسيا من هذه الدول من جهته أكد براد لبومان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق أن رفع حظر الأسلحة عن إيران يعني مواجهة المزيد من الميليشيات الإيرانية الهائلة في المنطقة وخاصة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وهو ما من شأنه أن يفاقم الصراعات التي تعاني منها المنطقة ترجمة نانسي قنقر